خلينا نحلل الموضوع حتة حتة رغم دخول هدف في أول مباراة إلا أن النادي الأهلي قدر أنه يتملك زمام الأمور في هذه المباراة وأنه يخرج بتعادل في الشوط الأول تحليلك إيه؟ حلو أن أنت تعرف ترجع في النتيجة وحلو أن أنت تقدر يجي لك فرص للتهديف بشكل مختلف لكن فكرة التسجيل أن أنت تخلص الفرص دي مشكلة في النادي الأهلي الروح والتعامل السيكولوجي لو لعودة النادي الأهلي وهدف أحمد عبدالقادر من دربة روكنية والرئاسية اللي سجلها في الشوط الأول لكان الأهلي انخفض دينينه وبالتبع الأداء الفني كان هيبوز على أرض الملعب هيفك الأهلي لكن هدف التعادل ده هو اللي خلال الأهلي أنه يرجع في النتيجة لكن فنيا بشكل عام التغييرات اللي تطرق على تشكيلها في كل مرة مدية حالة من الهرجلة التكتكية في بعض الأحيان بعض اللعيبة زي أليو ديانج على سبيل المثال ما يعودش لك خلص انت خليك لعب أساسي لأنه لما نزل عمل غطأ وخطأ لأنه مش عايش في المباراة في بعض اللعيبة ما بيتعيش في المباراة زي محمد مجد أفشا بس محمد مجد أفشا بدأ أنه يتأقلم على فكرة أنه مارسيل كولر بيحطه كبديل على أرض الملعب أسوأ ما في المونديال بالنسبة للنادي الأهلي هو الفرق الكبيرة ما بتفكش في الآخر وده ما ينفعش وده اللي حصل قدام فلمانجو وده اللي حصل قدام ريال مدريد انت فريق كبير تتماسك حتى وإن كنت خسران تخرج بأفضل صورة لسه كنت ما كلمه قبل الهواء عن فكرة مباراة ريال انت لو خسرت اتنين واحد للعالم كله كان هيكلم عن أدائك الفني بشكل حلوة أول من النتيجة كانت مقربة وانت فاعلان وقع عادي كان ممكن تحافظ على حتى وإن لم تسجل هدف التعادل بس لو خرجت اتنين واحد للعالم كله كان هيكلم عن أنه ريال مدريد لغاية آخر لحظة مضغوطة على أرض الملعب بعكس الأربعة الأربعة كان نتيجة رقمية لو حد ما شافش الماتش هيقول ده الريال كان مهيمن ومسيطر والأهلي ما عملش حاجة خالص احنا خسرنا من الباير ان من سنتين ما عدناش نصف ملعب الكور هنا قام في جراءة هجومية وان حسين الشحاد بيرقص لعب زي كما فينجا اعتقد وخد منه ضرب الجزاء وانه يبقى فيه تهديد وقفش يسدد كرة برا في نفس المباراة الأمس ومباراة البرونز ميدل المدالة برونزية امام فلمانجو البرازيل اللي هو بطل كأس البرتادورس امريكا الجنوبية وما ادراك امام هذه البطولة انك بتلعب قدامه وتبقى متفوق عليه وتقدر ان انت تفسح مدافعي واحمد عبدالقادر يسجل هدف من اجمل اهدف الدورة ومع ذلك برضو بتفك في اخر المباراة مشكلة مدير فني مشكلة مجموعة من اللعبين اللي هما مش قادرين ان هما بخبراتهم يقدر ان هما يتماثوا كنت لسه اسألك انت لسه كنت تكلم شوية على الفرصة اللي ضايحة محمد الشريف انت الفرصة دي بالزبط هي هي جات للعب في الهلال جاب جول صحيح هل النهاردة الاختلاف ده ففكر اللعيد نفسه ولا ايه فكر وطبعا ضغوط بيفكر يعني ممكن يكون تفكير اللعب اصلا هو رايح على مرمى انفراد يعني موسى ماريجيا مثلا هذا المالي اللي عنده جنسية الفرنسية لعب متخب مالي ولعب الهلال السعودي اللي سجل الهدف الاول كان فيه مباراة الريال كانت نتيجة 2 واحد وقتها هو رايح عارف كواسا هو يعمل ايه ملوش دعوة لحرس القدام وحرس ريال مدريد او حرس اي فريق في العالم عكس محمد شريف محمد شريف بيفكر في انه الهدف ده كان ممكن نتيجة المباراة بالمناسب بيفكر ممكن ما بعد الهدف وهو رايح اصلا التعامل السايكولوجي مع اللعب المفروض محمد شريف كان من موسمين افضل هدف دوري قطال افريقيا وهدف الدوري المصري انت فيم من كل ده ده بقى مش دور مارسيل كولر لانه مارسيل كولر رجل جاي على فريق تقيل فالمفروض عنده لسه كنت حتى بمثلها بمثال انه انت رايح مثلا اختبار اللغة انجليزية فلما تعدي لمراحل مش هيعلموك ايه بيمي الاول فخلاص انت المفروض رايح انفراد كام وهاجم تخلص 99% لازم تخلصها مش تحطها في ايد الجول عندك حلول كتير قوي ليه بقى ده ما انا ضغط مش عارف هو بسك انا بيفكر فعلا ما بعد الهدف انا هحتفل ازاي ولا انا مضغوط مفيش ضغط انت بتلعب ومسجل كمان في المونديال وعمل حالة حلوة ومسجل ما قبل المونديال المتفوقين على الزمالك كمان في المباراة اللي هي اديتهم الامل من جديد ان هما يعودوا ومتصدرين وفايزين بمرحلة الشتاء في الدوري ان هما بطل الدوري في الدور الاول قبل حتى جولتين من نهايته طب ليه كل ده والمباراة الكبيرة ما تكررش كتير وده هيحط ضغط اكبر على محمد شريف لانه اللي جاي كمان صعب هيواجه الهلال يوم السابط الهلال السوداني في دورة ابطال افريقيا هناك في السودان مش صعب طب جمهور الاهل هتعامل معه ازاي هيبدأ بقى يفكر من دلوقتي ومفيش غيره لانه حتى رجل البرازيلي البرازيلي اللي مش أصلي اللي جابوه بر مغضوب عليه طب مارسيل كودر كانتوا استغلوا في الطولة زي بتطلع عالم هتحتاجوا في اي وقت رجل الجزائر اللي انت جايبه جديد حاول تحطه لانه الصفقات ما ضفتش في المونديال كان ممكن يبقى فيه صفقة بدل من كل دول بأمانة يعني يكون حد تقيل هجومي زي الكاتجري كده بتاع الرجل موسى مراجع المالي اللي هو موجود في الهلال السعودي زي مجموعة من اللعبين اللي مشوفهم في الاندية الاسيوية العربية اللي بتجيب مجموعة من اللعبين اللي موجودين في امريكا الاتينية من الكاتجري الاعلى اللي هو فعلا تصرف عليه بس هيديك كمهاجم او كمدافع اللي محتاج قلب دفاع تقيل زي بدر بنون كده لما جاء المغربي من ثلاث سنين لعب تقيل يعرف يخرج بكرة بشكل كويس مش عايز اقول نص معلنا انه محمدي فتحي مع العمر السولية مع اليو دانج في كتير من المورات عاليين فما ادرش اقولي انه هو الاهلي محتاج خط نص بقدر ما هو محتاج مهاجم يخلص ومدافع يشيل لانه ياسر ابراهيم محمود بتولي في الاختبارات الكبيرة لا عليهم علامات استفهام كبيرة اوي محمد عبد المانا مش عايد كتير اوي او محسن صورة قلبي الدفاع بالنسبة للنادي الاهلي لكن الاهلي محتاج قلب دفاع الاهلي محتاج مهاجم كان بدل الصفقات دي كلها بما فيها خلد عبد الفتاح او مروان عطية اللي جم في انتقالات الشتاء الاخيرة او اللعب الجزائري او تبتكلم في المستقبل لكن ككأس عالم الاندية كبطولة افريقيا الاهلي مازال خطير والعيبة دي مع التأكل ما تبقى عالية بس كنت اتمنى ان يبقى فيه لعب يخلص وجميل لان محمد شريف مش قادر ومش هيقدر على المستوى اللي بيفكر فيه النادي الاهلي او افكار مرسيد كلها اللي بيلعب بيها بشكل يديك فخر كده ان الاهلي هجومي الاهلي عايز يكسب مش ان هو بس متراجع وان بس بقى خسائر يعني طبعا بالشوت التاني من النادي الاهلي برضو واضاع ضربة جزاء لمعلون واحرص بعدها هدف لعب القادر من وجه نظرك ايه اسباب عدم تمسك الاهلي بعدها دايما دايما انا بشوف ان النادي الاهلي الفكة بتاعته اللي في الاخر دي انه انا مهيئ نفسي للفوز وانا انا مهيئ نفس الحاجة معينة فما بتحصلش فالعيبة بتفك على ارض الملع دور مارسيل كولر اه طبعا لانه علي معلول ان تعمل ليس كاونتين جواز قوي وراجل حارس المرمى بسانتوس حارس المرمى فلمانجو هو شاط عليه شاط قبل كده وسجل علي معلول في المونديال وسجل في ريال مادريك كمان من ضرب الجزاء فانه لازم يكون في بديل علي معلول مش لازم علي معلول هو بس يبقى رقم واحد هو اللي لازم ان هو يشوت زي يزيزه كده في الزمالة لازم يكون في تغيير لازم يكون في لعب تاني برضو يكون متمرن مش شكل كويس على رقلات الجزاء دي نقطة ونقطة مهمة قوي ومش بس علي معلول هو اللي يشوت ولازم يبقى فيه زي ما انت بتغير في التشكيل علشان تلخفن حسابات الفريق اللي بيجي قدامك لازم كمان تغيرله في من هو يسدد رقلات الترجيح الفكة الأخيرة زي ما بقول فكرة انه طبعا دي مش سمت فرقة كبيرة بالمرة ودي اللي تزعل على النادي الأهلي بس انه أنا بفكر في حاجة معينة ومرسيلكول رحطت لهم ليفل معين احنا هنحققو ما بيحصلش فديجي الفرقة في الآخر تبوز وده ما ينفعش بالمرة بتلعب ريال مدريد حافظ على الشكل حتى وقعين كنت خاسر بتلعب فيلمينجو البرازيلي فين خبرات لعبيك اللي معظمهم مشارك مع متخابنا الواطني في أمام أفريقيا الأخيرة في الكاميرون أو حتى في دوري أبطال أفريقيا وصلين ثلاث نهائيات متتالئة لدوري أبطال أفريقيا متفوق اتنين واحد وهو ما قبل الطرد حتى ما بعد الطرد تقدر أني أنت تقف تتراجع بس تراجع مدروس علشان ما تديش فرص لفريق فيلمينجو أنه هو يختارك نص ملعبك وما سنما يقرب من مطيق جزائك أمور تكتكية آه يتحملها مرسيل كولر بشكل كبير جدا لكن برضو على اللعبين أنه بينفزوا على الأرض الملعب وحاجات مش شرط مرسيل كولر يقولها لهم لازم تتنفذ دي ما حصلتش مش عايزين اللوم اللعبين بشكل كبير لأنهم مش كل حاجة هجومية مش كل حاجة لازم تطلع وإن أنا عايز أسجل وإن أنا عايز أهدفه بس في أمور أخرى ممكن تخليك أن أنت تتماسك علشان توصل لمستوى عالي حتى ولو فرص قليلة باستعرفت خلاصها وده ما حصلتش حتى وإن كنت متماسك دفعين مش عارفت خلاص أصلا الفرص اللي جات لك فالحالة بشكل عام ما كانتش حلوة في الشغط الثاني ما بعد إهدار راكلة الجزاء حتى وإن كنت متفوق لكن معرفتش أن أنت تتماسك طيب خلينا نتكلم عن يمكن التغييرات اللي عملها كولر وللناس اللي جات متأخرة الناس كانت بتقول هو كان لازم يطلع شريف من بدري ونزل محمد هاني بدري شوية هل التغييرات دي فعلا تأخرت كان لازم يخرج شريف وتعه من بدري وإيه كان لازم وكان لازم أصلا العيبة دي ما تبتدي يعني فيه بعض لائمة ما تبتديش يعني برسي تاو أنا شايف ليه وإيه سب محسن الشحات موجود وحسن الشحات متقلق وحسن الشحات أصلا بيوجيد من قبل ما يجي الأهلي في كأس العالم للأندي لما كان مع العين الإماراتي خليه موجود على الأرض ملعب اديده المباريات لكن التغييرات دي زي ما قلت في البداية هي اللي عملت حالة من الهرجلة التكتكاية في بعض بالنسبة لنادي الأهلي برسي تاو ما كانش أنا شايف أن برسي تاو مش كاتجري نادي الأهلي بالمرة هذا جنوب أفريقي يعني محمد شريف ما بعد إهضار الفرص كان عليه أنه يدفع بكهرباء على سبيل المثال وكهرباء عايز يعمل حاجة ليه ما ينزلت كهرباء على الأرض الملعب فأحمد عبدالقادر لما خد الفرصة وبقى موجود كأساسي إذن هو سجل هدفه تاني وبقى مساجل في نسقتين مختلفتين مع نادي الأهلي ادي حسين شحات نفس الكلام ما تديش برسي تاو برسي تاو كبديل ممكن يؤثر بشكل أو بخر أو يعمل حركية هجومية لكن كأساسي لا أنا شايف أنه لا يصلح فأه تغييرات تأخرت بشكل كبير جدا ما بعد طرد كمان نزل محمد هاني أنا كنت شايف أنه محمد هاني رغم إرهاقه في مباراة ريال كان يبدأ هذه المباراة هو واخد الثقة واخد العين والناس يتكلم عنه بشكل كويس كمل خليك موجود على أرض الملعب من البداية التغييرات الكتير اللي طرقت على تشكيل النادي الأهلي مش حلوة بالمرة من مرسيل كل وزي ما قلت الهوية الشخصية بتاعت الفريق بتبان من تشكلته صحيح ده الطبيعي طب إجمالا إجمالا في تفاصيل صغيرة ضيعت يعني وصول النادي الأهلي المركز الثالث يعني كان هو لعب حلو وكان فيه مجهود بوز الحقيقي في المونديال بشكل عام وأنا شايف أنه كان يستحق المركز الثالث ولكن التفاصيل الصغيرة دي عشان نتجنبها في بطولة الدوري وفي الكونفدرالي الأفريقية وفي كل البطولات القادمة نصيحتك لنادي الأهلي يتجنب إيه يتجنب حاجات كتير كانت موجودة تفاصيل كتير قوي احنا بس مش فكرة أنه كان يستحق المركز الثالث ليه ما يستحقش أن يوصل للنهائي ويفوز على ريال مدريد كان ممكن يحصل لو قدشع مسلا سجل الهدف الفرصة لضغط لو كانت نتيجة والله الأهلي كان بيرعب حلو قوي يعني أنا شايف أنه بصراحة كان ممكن ياخد المركز الثاني مستريح الأهلي فعلا وينفس على اللقب كمان